عوضوا مع نادي يغروا تعالى أدي لك و أدي لك و أدي طب مش فيه لايحة لجنة الأندية يعني ما نيجي نفكر كعمل جماعي لن يمصالح حال الموضوع إلا بإنشاء ربطة الأندية ربطة الأندية المحترفة وإن الأندية كلها تأخذ اللايسس بتاعتنا تبقى الأندية محترفة وتنشأ الربطة والربطة هي اللي تبقى مسؤولة عن هذا الموضوع تعريف الربطة تعريف الربطة دلوقتي عندي فرق كرة محترفة في اتحاد كرة اللي هو اتحاد الكرة مسئوليته وتعريفه مسئولية اتحاد الكرة هو تنظيم المسابقات مسئولية الأندية هي تسويق مباريات المسابقة حدق أخذت الموضوع ولخصته إنه يبقى فيه ربطة أندية المحترفين هي المسؤولة كاملا عن إدارة مسابقة الدورة الممتازة تسويق لا إدارة 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 الدورة الممتازة هي اللي بتنظم فيها لجنة المسابقات هي اللي بتنظم الموعيد المسابقات بتنصيق مع الاتحاد بتنظم المباريات هي اللي بتدي العقوبات هي اللي بتحل محل اتحاد الكرة في الدور الممتازة وده اللي موجود في كل دول العالم وهو ده دي الرابطة دي اللي موجودة فعلا فيه كتعريف يعني هي دي ده اللي موجود في دول في كل دول العالم طب ليه مش قادرين نعملها لأن في بعض الناس مش بالمصلحة أنها تتعب ما هو يعني الدنيا متوزع حلوة كده وخلينا عايشين كده ومحدش عارف إيه اللي فيه وإيه اللي مرايح وإيه اللي جاي فخلينا نستفيد من كما ده يتعارض مع أي وقت مطلب الفيفا إزاي أنت تبقى نادي محترف وتبقى ممثل في بطولات المطرفية أنا موافق حضرتك تماما ولذلك هم يصعدوا الوقتي لأنهم يعملوا الرابطة لكن هل لما تعمل الرابطة حيدوها الحقوق التي تمكنها من أنها اشتغل صح مين اللي يعطي الحقوق التحدي اللعبة اه طبعا ايه اختصاصات التحدي اللعبة مالوش اختصاصات في الرابطة قانص يبقى رائع يبقى أنت ماشي بالليحة بالزبط كده والليحة أنت جاي